السلام عليكم ازايكم حبيبي عاملين ايه اهلا بيكم في قناة فن المطبخ والبيت معاك وفاقي السلايمة والنهاردة هنعمل عيش اصمر يعني عيش فينو بس بالعيش بالدقيق الاصمر دي كامل حبة معايا كوباية من الدقيق ومعايا معلقتين من اللبن البودر معلقة من السكر ومعلقة من الخميرة وتقريبا تلات معايا لق زيت زتون وزرة من الملح انا معايا ميا خدفيها بس علشان تشتغل الخميرة معايا هحط طبعا زي ما انتم عارفين المياه بتايدريك واقلب اول حاجة انا ما بعجينش على طول بايدي بقلب والم العجينة وبعد كده اشتغل فيها بايديا وعجينها كويس جدا من سبع دقايق لعشر دقايق هتلاقي العجينة معايا كي بدأت ايه حلوة تبعي حلوة جدا وما تلزقش في ايدك وهتطلع نتيجة هيلة نفضل نعجين فيها شوية بعد ما عجنت العجينة ولمت معايا بقيت ما بتلزقش في ايدي يعني هجمعها في الطبق وجاهز قماش هنضيفها علشان اغطي العجينة بصوا ازاي ما بتلزقش في الايد هغطي العجينة واسبها في مكان دافي لمدة نص ساعة عشان تختمر ويضعف حجمها هنا بعد ما سبتها بصوا اهي دا حاجينا معايا زي الفل هرش رشد دقيق عن رخامة وابدأ بالنشابة رايح جاي اضبط رغيف مدور بشكل دائري يعني لان احنا العيش الفينو ما بنعملهوش زي العيش الفينو على طول لأ علشان يدينا اه مورق يبقى من جوه لازم نقين برمو برن ودي طريقة ممتازة جدا للعيش الفينو حتى الابيض بس علشان الناس اللي بتثبت يعني عندها بتعمل ريجيم تمام فحلوة اوي العيش دا لو هي حبة تاكل عيش فينو بس بدي ايه الاصمر كامل للحبة دي الاصمر ممتاز طبعا جدا وانتو عارفين ان الرضة فيه بتبقى جوه يعني قشرة القمح جوه هنا انا برمته ودهانت الساوغة بتاعتي زيت خفيف جدا وبططته بايدي بس هجيب سكينة وهفتح ايه الرغيف بتاعي كزا فتحة عشان التسوية وكمان شكله يبقى حلو هسيبه يخمر لمدة تقريبا ربع ساعة هو انا سبته عشر دقايق حقيقي رفع معي وبقى حجمه اكبر من الحجم اللي انتو شايفينه ده دلوقتي معي هغطيه وهسيبه في مكان دافي اختمر وهحطه في الفرن على درجة حرارة مية وستين درجة في في الوسط في يعني في الرف الاوسط من الفرن وهو بعد ما طلع من الفرن انا هقطعه بصوا دي ايه ارغامي ازاي بس يبصوا الخمر بتاعه ما شاء الله وبصوا اضعف الحجم بتاعه كمان فزي ما انتو شايفين بس ايه سيبوه لما يهدى خالص عشان تقدروا تقطعوه تمام وتقدروا تفتروا بيه تتعاشو بيه فدي ايه الاصمر ممتاز بجد للرجيم اتمنى فيديو النهاردة ينال اعجابكم ما تنسونيش في اللايك واشتراك للقناة اللي اول مرة يشوفني